تم تأكيد إصابة قطة منزلية في مدينة كوانججو الكورية الجنوبية بفيروس كورونا وقد تم إجراء اختبارات على تلك القطة بسبب ظهور أعراض غريبة لديها بعد أن ثبتت إصابة صاحبها بفيروس كورونا يوم الرابع من مارس الجاري وكانت نتيجة اختبار القطة الذي أجراه مختبر صحة الحيوان التابع لمعهد الصحة والبيئة في مدينة كوانججو إيجابية وتم تأكيد الإصابة بالفيروس في الاختبار الثاني الذي أجرته وكالة الحجر الحيواني والنباتي يوم السبت الماضي وتعد هذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تأكيد إصابة حيوانات أليفة مثل الكلاب والقطط بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية